موسيقى لعل حضور السعودية في المحافل الدولية بات رئيسياً في ظل السياسات التي يعتمدها ودي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمضي قدماً في تعزيز الابتكار على جميع المستويات في المملكة النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية هذا وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن ولي العهد حريص جداً على تطوير قطاع الابتكار في السعودية لافتاً إلى أن بوصلة منظومة التعليم تتخذ مساراً إيجابياً بسبب وجود لجان عليا معنية في هذا القطاع والتي ستقوم بتطوير قدرات الشباب والشبت وجاء ذلك خلال زيارته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة في الرياض التي تضمنت لقاءاً جمعه عبر دائلة تلفزيونية بأكثر من سبعين طالباً وطالباً شاركوا في مجال الطاقة بمعرض آيسف للعلوم والهندسة ريت جنران الدولي ولفت وزير الطاقة إلى أنه طلب من الشباب السعوديين أن يلتحقوا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تضم واحد الظهران ذات البيئة التطويرية الخاصة لمفاهيم البحوث العلمية في عدد من المجالات التي ستكون ممكن لهم بهدف تكوين قدرات تسهد التعامل مع التقنية وذلك بحسب العربية وبدوره أكد الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود المدحمي أن مشاركة السعودية في هذه المنافسة الدولية في هذا المعرض بدأت منذ عام 2007 حيث كان لهم هناك مقعدان فقط مشيراً إلى أنه مع مرور السنوات حتى عام 2021 تمكنوا من التطور بشكل ملحوظ حيث أصبح لديهم 30 مقعداً في خطوة تواكب ثقة القيادة بما يقومون به من واجبات عملية ولفت المدحمي إلى أن الجوائز التي حققها الطلاب السعوديون في المعرض تجاوزت الـ 75 جائزة وهو رقم محفز جداً أما فيما يتعلق باختيارهم مجال الطاقة يعود إلى كون السعودية هي من يقود هذا المجال دولياً على مستوى المنتجين أو مستوى المستهركين يذكر أن معرض ريد جنران الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2021 يقام افتراضياً في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 75 دولة والسعودية تنافس على جوائزه الكبرى بـ 30 مشروعاً علمياً لـ 30 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية يمثلون المنتخب السعودي المشارك هذا وتعد مشاركة المملكة في هذا المعرض الخامسة عشر لها على التوالي اشتركوا في القناة